السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازاك شباب عامليني يارب تكونوا باحسن صحة و احسن هان فيديوه ده ازا تقصد اي منتج من امازون المروض بطريقة سهلة بسيطة وهي البنوك اللي بتدعم التقصيد او اللي هي امازون المروض عاملة الشراكة معها و ازا تقصد بدون فوائد وهي البنوك اللي بتقصد من غير فوائد و لكم مثلا في البحث هشتري مثلا ايفون و لكم مثلا اي منتج اجدامع بيبدأ من خمس ميتر يعني مثلا درهم و اعلى فتنفع تقصده و لكم مثلا ايفون ده فانا اقول لك يمكنك الشراء بالاقصات بفايدة صفر في المية هنا عام دوس على كلمة معرفة المزيد عشان نعرف البنوك اللي مشاركة مع امازون انت يا شباب قدي دي البنوك و ندوس على كلمة انكر هنا عشان نشوف هنا عديد فعكام لو انت عمل حساب في البنك ده و طبعا لازم يكون الحساب بتاعك يعني فيه اللي هو حد الاتماني اللي هو البنك يتفعلك اللي هو زي نظام بجسيم الشراء البنك بيتفعلك و انت بتسادي للبنك هنا عام البنوك اللي بتعرض لك يعني مثلا عندك البنك مثلا اي دي سي بي ده البنك ده خمس ميت يعني خمس ميت درهم ده الحد الادنى للتقصيد يعني هنا لو زادت المدة الشهور بتبدعه يعني يجلل لك المبلغ قبل لو الشهور مثلا جليلة فبيزود لك قيمة الدفع الشهر طبعا هنا السهل الفائدة صفر و رسوم المعالجة خمسين درهم اللي هي رسوم المعاملات اللي هي بتاعه اللي هو المعاملات بينك بالبنك و امازون عفو متى شباب هنا حد لدنا لبنك في اي بي متى شباب متى شباب ده مواقل حد لدنا خمسمائة درهم للدفع بيبدأ التقصيد من ثلاث شهور لست شهور متى شباب و طبعا في بنوك كتيرة طبعا في بنوك يبقى السهل الفائدة بتاعتها صفر و رسوم المعالجة بتبقى صفر طبعا حسب بنك اللي انت مشترك فيه دي كل البنوك اللي متعاقدة مع امازون الامراض متى شباب انت شوف البنك اللي بتاعه معاه و شوف هالا قصطة او يعني نظام رسوم المعالجة يعني عندك فيه البنكر اللي هو العربي فسعر الفائدة بتاعته صفر و رسوم المعالجة 39 درهم فيه بنوك كتيرة طبعا شوف البنك اللي انت عامل فيه حساب و شوف هو هيخصم سعر الفائدة ايه جابه بتشتري و طبعا لو انت لغيت المنتج او مثلا اشتريته بالقصة و لغيته فامازون بسترد ترد المبلغ للبنك و مفيش اي مشاكل و طبعا انت عامل تقصص للبنك طبعا بيبقى كل شهر فيه بيبقى نظام اشهر مثلا بيبقى انت مكنت تقصص على ثلاث شهور فبيجلل لك السعر بتاع الفائدة لهو هضيف لك فائدة لو مش ضيف لك بيبقى صفر فكل بيبقى الدفع اشهر مجليلة بيبقى اسهل و كمان بيبقى مفيش فوائد حتى لو كان فيه فائدة بتاع شباب و بس كده بتجرى الشروط السادات و الكلام ده كله و بس كده كده كانت معلومة بسيطة عن اللي هو الذات قصة من امازون الى مرات و اللي عارف دعم اللايك و اشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر